اشتركوا في القناة المترجم للقناة 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 من العلم المترجم للقناة المترجم للقناة ورحمة الله والارتقاء وفريق القناة واعداد والأعلى ورحمة وهو الله للعمل مع التطور ورحمة الله ترجم للقناة ورحمة تطلعات المترجم للقناة حيث ورحمة ورحمة الله ورحمة ورحمة الله ورحمة الله من إعطاء ورحمة الله سيدي صاحب الجلالة اليوم حين نتطلع إلى ما حققته مملكة البحرين في مجال الصحة سنجد أنفسنا أمام زخم من التطور الذي نستطيع أن نربطه بالفترة التي بدأ فيها مشروع العهد الإصلاحي حتى الآن فقياس النمو الحادث هنا في هذه الفترة يعطي انطباعا سريعا بأن منظومة الصحة أصبحت لها فاعلية كثيرة في توجه المملكة وهناك أرقام كثيرة تعتبر المؤشر الواضح على ذلك من حيث عدد الأطباء والممرضين والممرضات وعدد العاملين في المهن المساعدة والكادر الإداري وعدد مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات التي انتشرت في جميع أنحاء مملكة البحرين والتجهيزات الطبية والفنية وختاما إن لقاء جلالتكم اليوم ما هو إلا وسام شرف على صدورنا العامر بالإيمان ويمنحنا مزيدا من العزم والإصرار للمضي قدما لما فيه خير مملكتنا الحبيبة متطلعين إلى جلالتكم بما عهدناه من رعاية سامية وتوجيه ودعم فلكم يا صاحب الجلالة عظيم الشكر والعرفان سائلين المولى أن يحفظكم ويحفظ مملكتنا الحبيبة ويسدد على طريق الخير خطاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تتشرف سعادة وزيرة الصحة بتقديم هدية تذكارية إلى سيد جلالة الملك المفدى أيده الله ترجمة نانسي قنقر وقد أقام صاحب الجلالة حفظه الله مأدبة غداء تكريما لمنتسب وزارة الصحة ترجمة نانسي قنقر